واضح من الاسم يبقى انا عندي اكتر من common factor بين 30 وال40 وانا هاختار اكبر factor فيه طب 30 عبارة عن ايه او ايه 30 30 عبارة عن 1 by 30 يبقى في عندي 2 factors 1 with 30 2 by 15 يبقى انا عندي كمان 2 factors 2 with 15 3 with 10 5 with 6 لان هي 5 by 6 طب 40 40 اكيد في عندي 2 factors يهم 1 with 40 divisible by 2 يبقى 2 by 20 40 يبقى 2 with 20 4 by 10 يبقى 4 with 10 5 by 8 يبقى 5 with 8 طب ايه ال common اللي بالنون الاحمر ده ال 1 وال 2 وال 10 وال 5 كل ال numbers هي ال common هي المشتركة ما بين 30 وال 40 هما دول اكبر نمبر فيهم هو التان طبعا انا بيحلش بالطريقة دي في الامتحان لانها طريقة طويلة جدا احنا بس بنفهم المعنى ان 30 وال 40 اكبر ما بينهم هيطلع بكام بتان هنحل زيه بالفاكتوريزيشن خدنا الفاكتوريزيشن في اللي فات 30 هنعملها divided by 3 هتديني 10 10 divided by 2 equals 5 5 divided by 5 equals 1 يبقى انا بعمل divide divided by the prime factors or prime numbers only again 40 divided by 2 equals 20 ما نفعش عمل 40 divided 4 اوكي لان الفور مش prime numbers يبقى 40 divided 2 equals 20 20 divided by 2 هتديني 10 وال10 divided 2 equals 5 وال5 طبعا divided 5 equals 1 ال prime numbers هم ال 2 وال3 وال5 وال7 وال11 يبقى لازم في ال right hand side الجزء اللي باللون الاحمر ده يبقى prime number دلوقتي بقى 30 عبارة عن ايه 3 by 2 by 5 اللي في ال right hand side دول الفاكتورز وال40 2 by 2 by 2 by 5 طب اول 2 هكتبها فين تحت ال 2 باكتب ال numbers اللي شبه بعض تحت بعض طب by 2 التول تاني هكتبها فين الوحدة على جنب ايضا اكتبها ولا تحت ال 3 ولا تحت ال 5 by 2 التالتة هكتبها فين برضو بعيد ال 1 ده وال 5 هكتبها تحت ال 5 يبقى انا بكتب ال numbers اللي شبه بعض تحت بعض يبقى ال 2 under 2 وال 5 under 5 دلوقتي ايه ال common ال 2 وال 5 يبقى 2 multiply 5 ها ديني 10 again find the highest common factor between 12 and 21 هعمل factorization لل 12 12 divided 2 equals 6 وال 6 divided by 2 equals 3 3 divided by 3 equals 1 طرح ما خلصت وصلت لل 1 يبقى كده خلصت الفactorization انقل على 21 21 divisible by 3 يبقى divide 3 equals 7 وطبعا 7 divided 7 equals 1 كده 12 عبارة عن ايه 2 by 2 by 3 بكتبها في الاول زي ما هي طب ال 21 3 by 7 اكتب ال 3 فين تحت ال 3 اوكي multiply 7 ال 7 هكتبها الوحدة هبرا لان ما فيش 7 فوق اوكي طب ايه ال common بختار بقى ال number ال common اللي تكرر فوق وتحت repeat up and down اوكي اللي هو 3 يبقى highest common factor هنا equal 3 find the highest common factor between the 3 numbers 22 33 44 يبقى factorized to its prime factors 22 طبعا divisible by 2 يبقى 22 divided 2 equals 11 ال 11 ما تنفعش غير divided by 11 لان 11 prime number طبعا هتتديني 1 then 33 divisible by 3 divide 3 تديني 11 وطبعا 11 برضو divided by 11 هتديني 1 then 44 divided by 2 equals 22 22 وال22 لسه جايبينها divided by 2 equals 11 وال11 again divided by 11 equals 1 يبقى لازم النumbers اللي في الright hand side اللي بالنون الأحمر دي تبقى كلها prime numbers ok then 22 equal 2 by 11 دي باكتبها في الأول زي ما هي 33 equal 3 by 11 3 هكتبها بعيد ok لانو ما فيش 3 فوق by 11 ال11 هكتبها تحت ال11 وال44 عبارة عن 2 by 2 by 11 اكتب ال2 فين تحت ال2 وال2 الأخيرة ما فيش عندي 2 تانية هكتبها لوحدها بعيد multiply 11 يبقى هكتب ال11 تحت ال11 يبقى برتب بس النumbers بكتبهم النumbers اللي شبه بعض تحت بعض هنا النumber اللي repeat in the 3 numbers اللي تكرر في ال3 numbers هو 11 يبقى الhighest common factor 11 ما ينبعش طبعا اختار ال2 ال2 تكررت مرتين بس لازم في ال3 numbers انا باختار الhighest common factor between 22 33 44 يبقى الnumber اللي repeated in the 3 numbers هو 11 يبقى الhighest common factor is 11